موسيقى أبنائي وبناتي طلاب الشهادة الإعدادي أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم حلقة اليوم هي حلقة تانية في مادة الدراسات الاجتماعية نهاردة إن شاء الله احنا بنتكلم على تضاريس العالم بس قبل مبدأ الدرس بحب أنوه أن ورد للبرنامج بعض الأسئلة الشائعة زي مثلا سؤال كان بيقول هل الأرقام والنسب اللي موجودة في كتاب الوزارة هل هي حفظ؟ طبعا إحنا بنقول إن النسب والأرقام مش من ضمن الأسئلة اللي ممكن يسأل عليها في الامتحان وده وارد في كتاب الوزارة إن الأرقام والنسب ليست واردة في الامتحانات نسبة للنقطة التانية اللي حب أنوى عليها أنت بتدرس جغرافيا وبالتالي ما ينفعش حد يذاكر مادة الجغرافيا غير ما يكون قدامه خريطة يعني لازم وانت بتذاكر درس التضاريس أو درس الموقع أو درس الأقاليم المناخية لازم يكون قدامك خريطة عشان تقدر تحدد المواقع وتعرف المواقع على الخريطة بالزرع نبدأ إن شاء الله درسنا النهاردة درس النهاردة بيتكلم على تضاريس العالم تضاريس العالم بتنقسم إلى أولاً الجبال زي ما قدامك ثانياً الهضاب ثالثاً السهول النسبة للسهول لازم نوقف عندها شوي السهول في منها تلات أنواع من السهول في سهول ساحلية سهول السهلية هي السهول المطلة على سواحل البحر والمحيطة يعني لما تلاقي ساحل بيطل على بحر أو محيط ده اسمه سهول سهلية زي ما انت كده بتروح السهل الشمالي بتروح أي منطقة فيها بحر فحضرتك كده واقف على السهول السهلية سهول التانية هي السهول الفيضية والسهول الفيضية هي الأراضي التي تقع على جانبي الأنهار السهول الثالثة هي السهول الصحراوي وهي الأراضي الرملية الممتدة أو المفككة أو المتمسكة في الصحار يبقى إذن السهول ثلاثة نواع فيه سهول ساحلية فيه سهول فايضية فيه سهول صحراوي نبدأ مع بعض تضريس أول قارة ببدأ بتضريس قارة أفريقيا بنتكلم فيها على الجبال الجبال اللي موجودة في قارة أفريقيا عندي في شمال شرق القارة جبال البحر الأحمر ودي موجودة في كل من مصر والسودان وإريتريا عندي جبال أطلس ودي موجودة في شمال غرب القارة في شمال غرب أفريقيا جبال أطلس وتحصل بينها هضبة الشطوط في شرق القارة عندي جبال كينيا وكلمنجارو جبال شرق القارة وأخيرا جبال في جنوب شرق القرى هي جبال دراكنزبيرغ يبقى الجبال اللي في أفريقيا في شمال غرب القرى جبال أطلس في شرق القرى أو شمال شرق القرى جبال البحر الأحمر موجودة في مصر والسودان واريثريا ثم جبال شرق القرى في كل من كينيا وكلمنجارو وأخيرا في جنوب شرق القرى جبال دراكنزبيرغ ننتقل بعد الجبال إلى نقطة تانية وهي الهضاب في قارة أفريقيا أول نقطة بيقول لي يسود المظهر الهضب سطح قارة أفريقيا المظهر الهضب هنا إن معظم أفريقيا عبارة عن هضاب عشان كده هو قال إن يسود المظهر الهضب سطح قارة أفريقيا أول هضاب عندي في شمال القرى هضبت السحراء الكبرى ودي بالضم هضبت السحراء الشرقية وهضبت السحراء الغربية أيضا عندي في شرق القرى هضبة الحبشة أو هضبة أسيوبيا ودي بتنبع منها روافد نهر النيل الهضبة الثالثة هي هضبة وسط القرى وهي هضبة البحيرات الاستوائية وأيضا بتنبع منها روافد نهر النيل وهنا بنسأل سؤال إيه العلاقة بين هضبة الحبشة وهضبة البحيرات الاستوائية سواء اللي في شرق القرى أو في وسط القرى إن هضبة الحبشة وهضبة البحيرات الاستوائية اللي اتنين مع بعض يعتبروا منابع لنهر النيل يعني بتنبع منهم مية نهر النيل الهضب الأخيرة هي هضبت جنوب أفريقيا ودي بيجري فيها نهري أورنج ولمبوبو هضبت جنوب أفريقيا بيجري بها نهري أورنج ونهر لمبوبو السهول في قارة أفريقيا أولا في سهول ساحلية ودي ممتدة على ساحل البحر الأحمر وسهول ساحلية ممتدة على ساحل البحر المتوسط وأيضا سهول ساحلية مطلة على ساحل المحيط الأطلنطي وسهول ساحلية مطلة على ساحل المحيط الهندي السهول الساحلية هنا بتمتاز بالضيق ديئة ليه السهول الساحلية ديئة؟ بسبب اقتراب الجبال والهضاب من السواحي طب إمتى السهول الساحلية ما تكونش ديئة وتكون واسعة؟ عند مصبات الأنهار يبقى إذن لازم أركز في النقطة دية لو قال لي إيه سبب ضيق السهول الساحلية يبقى بسبب اقتراب الجبال أو اقتراب الهضاب لكن السهول الساحلية بتتسع إمتى عند مصبات الأنهار طيب فيه كمان سهول فائضية سهول فائضية هي الأراضي اللي ابتقى على جانبي الأنهار فعندي سهول حوض نهر النيل عندي سهول حوض نهر النيجر وده بيصب في خليغينيا عندي سهول حوض نهر الكنغو وده بيصب في المحيط الأطلنطي يبقى دي السهول الفائضية اللي موجودة عندي قارة أفريقيا فيها سهول صحراوية والسهول الصحراوية اللي موجودة في قارة أفريقيا زي سهل كلينشو في دولة ليبيا وسهل بحر الرمال العظيم وده موجود في مصر وأيضا في جنوب القارة سحراء كلهاري وده موجودة في جنوب أفريقيا يبقى إذن أفريقيا فيها جميع أنواع السهول سواء كانت سهول سهلية أو سهول فائضية أو سهول صحراوية يمكن نشوف الكلام ده ولكن بطريقة أخرى على البورد معايا ممكن نتعرف على القارة ولكن بشكل مختلف لما يسأل في جبال في شمال غرب القارة إحنا بنحدد هنا جبال أطلس في شمال شرق القارة جبال البحر الأحمر الممتدة في مصر والسودان وريتريا أيضا في وسط القارة جبال كينيا وجبال كيليمنجارو أيضا في جنوب شرق القارة جبال دراكنزبيرد جبال دراكنزبيرد دي الجبال نسبة للهضاب هضاب الصحراء الكبرى اللي بتضم الصحراء الشرقية والصحراء الغربية هضبت أسيوبيا في شرق القارة هضبت البحيرات الاستوائية في وسط القارة وقلنا اللي اتنين دول يعدوا أنهم منابع نهر النيل دا بالنسبة للجزء الخاص بالهضاب فاضل عندي هضبة في الجنوب وهي هضبت جنوب أفريقيا قلنا اللي بيجري عليها نهر أورنج ونهر اللنبوم دا بالنسبة ليه الهضاب بالنسبة ليه السهول عندي سهول ساحلية مطلة على ساحل البحر المتوسط سهول ساحلية مطلة على سواحل المحيط الأطلنطي سهول ساحلية مطلة على المحيط الهندي وأيضا سهول ساحلية مطلة على ساحل البحر الأحمد كمان غير السهول السهلية عندي سهول فايدية سهول الفايدية زي سهول نهر النيل زي سهول نهر النيجر اللي بيصب فيه خليج غينيا سهول نهر الكنغو اللي بيصب فيه المحيط الأطلنطي ادي نهر الكنغو ايضا عندي نهر اللنبوبو اللي بيصب فيه المحيط الهندي ونهر أورانج اللي بيصب فيه المحيط الأطلانتي بقى دي مجموعة الأنهار أو السهول الفيضية أيضا عندي سهول صحراوية زي ما قلت فيه سهل كلينشو في دولة ليبيا وبحر رمال العظيم في مصر ده سهل صحراوي وعندي صحراء كلهاري في جنوب أفريقيا ده بالنسبة لتضاريس قارة أفريقيا نرجع مرة تانية عشان نشوف بعد كده الجزء الخاص بيه تضاريس قارة أسيا تضاريس قارة أسيا بنبدأ أول حاجة بيه الجبال جبال في قارة أسيا أولا جبال شرق القارة هي جبال اليابان ثم جبال وسط القارة هي جبال الهملايا ويوجد فيها أعلى قمة جبلية في العالم هي قمة أفريست 848 متر ثم جبال في غرب القارة هي جبال توروس في تركيا وجبال زاجروس في دولة العراق وإيران ده بالنسبة للجبال ننتقل بعد الجبال إلى الهضاف في قارة أسيا هضاف أسيا عندي هضبة التبت وموجودة في وسط قارة أسيا وهي أعلى هضاب العالم ويطلق عليها سقف العالم ليه بتسمى هضبة التبت سقف العالم؟ لأنها تعلو عن قمم الجبال عندي هضاف في جنوب غرب القارة وهي هضبة شبه الجزيرة العربية أيضا عندي هضاف في جنوب القارة وهي هضبة الدكن في وسط الهند يبقى عندي هضبة التبت أعلى هضاب العالم هضبة شبه الجزيرة العربية وهضبة الدكن في وسط الهند ننتقل بعد الهضاب في أسيا إلى السهول سهول فائضية سهول فائضية في قارة أسيا زي سهول منشوريا وهي موجودة في شرق القارة أيضا عندي سهول فائضية زي سهول سيبريا ودي موجودة في شمال القارة وبتجري عليها أنهار ثلاثة زي نهر أوب نهر يانسي نهر لينا وقوب وينسي ولينا هي أنهار متجمدة طوال العام لأنها تصب في المحيط القطبي المتجمد وبالتالي أي سؤال على أنهار أوب وينسي ولينا ليه هذه الأنهار ليس لها أي قيمة لأن هذه الأنهار تصب في المحيط القطبي المتجمد عندي سهول فيضية أيضا في شرق الصين ويجري عليها نهر يانجتسي في في الجنوب عندي سهول نهر السن وتصب في البحر العربي من السهول الفيضية الأخيرة هي سهول نهري دجلة والفراط ودول بيصبوا في منطقة الخليج العربي إذن هي دي مجموعة السهول الفيضية اللي موجودة في قارة أسيا كمان فيه سهول ساحلية بتطل على سواحل المحيط الهادي من الناحية الشرقية وسواحل المحيط الهندي من الناحية الجنوبية وأيضا سواحل المحيط القطبي الشمالي من الناحية الشمالية تعالوا نشوف مع بعض تدريس قارة أسيا على البور زي ما شفنا تدريس قارة أفريقيا بنشوف تدريس قارة أسيا ممكن يجي يسأل على بعض الأماكن في قارة أسيا عشان كده قلت ان انت لازم تبص على الخريطة أولا بالنسبة لي الجبال الموجودة في قارة أسيا عندي مجموعة من الجبال زي على سبيل المثال جبال شرق القارة هي جبال اليابان وأيضا جبال وسط القارة هي جبال الهملايا اللي قلنا انها من أعلى الجبال في العالم ويوجد بها أعلى قمة وهي قمة إفرس أيضا عندي في غرب القارة عندي جبال زجرس اللي موجودة في دولة العراق وإيران وأيضا عندي جبال تروس اللي موجودة في دولة تركيا دي من الأماكن اللي ممكن يسأل عليه طيب لو انتقلنا إلى مجموعة الهضاب عندي هضاب في غرب القارة زي هضبة شبه الجزيرة العربية أيضا في الهند عندي هضبة الدكن وأيضا مجموعة أخرى من الجبال والهضاب على القارة ننتقل بعدها إلى نقطة السهول في مجموعة من السهول زي السهول الساحلية عندي سهول ساحلية مطلة على المحيط القضي الشمالي من جهة الشمال سهول ساحلية مطلة على الساحل الشرقي ودي بتطل على المحيط الهادي أيضا سهول ساحلية من جهة الجنوب بتطل على مية المحيط الهندي بالنسبة لمجموعة السهول الفيضية قلنا عندي سهول في شمال القارة تقرب باسم سهول سايبريا اللي بيجري عليها من الجنوب للشمال نهر أوب نهر ينسي نهر لينا الأنهار الثلاثة دول أوب وينسي ولينا بيجروا من الجنوب للشمال عشان يصبوا في المحيط القطبي الشمالي وبالتالي هذه الأنهار ليس لها أي قيمة اقتصادية السبب لأنها بتصب في المحيط القطبي المتجمد وبالتالي هي أنهار متجمدة طوال العام أيضا من السهول الأخرى في شرق القرى عندي سهل منشوريا وعندي سهل شرق الصين اللي بيجري عليه نهر ينجسي اللي بيصب في المحيط الهادي أيضا في الجنوب عندي سهول نهر الكنج اللي بيصب في خليج البنغال وسهول نهر السند اللي بتصب في البحر العربي طب نفترض أنه جاب سؤال بيسأل أنه نهر السند بيصب في البحر العربي العبارة صحيحة طب لو قال نهر السند بيصب في مية المحيط الهندي برضو العبارة صحيحة ده بالنسبة لمجموعة الأنهار اللي موجودة عندي أيضا في منطقة الخليج العربي عندي سهول نهري دجلة والفراط ودول بيصبوا في منطقة الخليج العربي يبقى أنا مستعد لأي حاجة يجي يسأل عليها من ضمن الحاجات الأخرى اللي ممكن يسأل عليها في قارة أسيا لما جا أقول لك اسم المضيق اللي بيصل أسيا بأمريكا هنا ده مضيق بيرينج أيضا المحيط اللي في الشمال ده محيط القطبي الشمالي الجبال اللي موجودة هنا في غرب القارة أسيا هي جبال أورال أيضا البحر دوت هو بحر قزوين اللي قلنا عليه إنه أكبر بحر مغلق في العالم ده بالنسبة للتضاريس اللي موجودة على قارة أسيا نرجع ونشوف مع بعض باقي تضاريس القارات بعد قارة أسيا بننتقل إلى تضاريس أخرى وهي تضاريس قارة أوروبا أول حاجة في تضاريس قارة أوروبا بنتكلم على الجبال موجود عندي في قارة أوروبا في وسط القارة سلاسل جبال القلب التي تمتد في وسط أوروبا بس لازم أخد بالي من حاجة جبال القلب اللي موجودة في أوروبا بتمتد من اللي فين؟ بتمتد من منطقة الغرب إلى منطقة الشرق يعني الجبال مشية من غرب القارة لشرق القارة هي اسمها سلاسل جبال القلب ولكن تعرف بأسماء مختلفة فعلى سبيل المثال تعرف باسم سلسلة جبال البرانس في شمال أسبانيا وأيضا تعرف بسلاسل جبال القلب الدينارية في شبه جزيرة قلب القان دي مجموعة الجبال اللي موجودة في قارة أوروبا بعد مجموعة الجبال بننتقل إلى هضاب قارة أوروبا تمتد في وسط الأوروبا من الشرق للغرب يعني الجبال في أوروبا مشية من الغرب للشرق أما الهضاب في أوروبا مشية من منطقة الشرق إلى منطقة الغرب وتقطعها بعد الأودية النهرية عندي على سبيل المثال هضبة فرنسا الوسطى اللي موجودة في فرنسا واللي بتقطعها أنهار مهمة زي نهر السين اللي بيصب في بحر المنش عندي هضبة الميزيتا ودي اللي بتشغل معظم مساحة أسبانيا يبقى إذن الهضاب اللي عندي اللي موجودة في قارة أوروبا هي هضبة فرنسا الوسطى وأيضا هضبة الميزيتا في أسبانيا بعد الهضاب بننتقل إلى مجموعة السهول من أهم السهول الفيضية اللي موجودة في قارة أوروبا سهل يعرف باسم السهل الأوروبي العظيم السهل الأوروبي العظيم ده سهل مساحته كبيرة جدا بيمتد من منطقة المحيط الأطلنطي في الغرب وبيمتد حتى جبال الأورال في الشرق يعني ماشي بعرض القارة من المنطقة الغربية من المحيط الأطلنطي حتى جبال أورال بترجع أهمية السهل الأوروبي العظيم ده إن بيوجد به مدن أوروبية هامة مثل باريس وبرلين وإذا نتيجة التساع مساحته إن بيعدي في مجموعة كبرى من دول أوروبا السهل الأوروبي العظيم أيضا من أهميته إنه عبارة عن رواسب طينية خزبة تعتبر طربة جيدة صالحة للزراعة كونتها الأنهار وهنا لازم أخد بالي لو بيسألني على أهمية السهول الفيضية في أي قارة السهل الفيدي أهميته إنه طربة خزبة صالحة للزراعة تعالوا بعد تدريس قارة أوروبا من جبال وهضاب وسهول نشوف التدريس على قارة أوروبا من خلال البرد زي ما شفناها في التدريس القبل كده عندي مجموعة من الجبال موجودة في قارة أوروبا هي جبال تعرف باسم سلاسل جبال القلب سلاسل جبال القلب مشى من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية بتعرف باسم سلاسل جبال القلب ولكن لها أسماء مختلف فعلى سبيل المثال هنا في شمال أسبانيا تعرف باسم جبال البرانس وأيضا هنا تعرف باسم جبال القلب الدينارية يبقى سلاسل جبال القلب تعرف باسم جبال البرانس وأيضا سلاسل جبال القلب الدينارية إلى جانب الجبال عندي الهضاب زي ما قلنا عندي هضبة الميزيتا ودي موجودة في أسبانيا وعندي هضبة فرنسا الوسطى في فرنسا هضبة فرنسا الوسطى في فرنسا دي الهضاب اللي موجودة في جنوب قارة أوروبا بعد كده بننتقل إلى السهول السهول الساحلية تمتاز قارة أوروبا بكسرة السهول الساحلية المطلة على المحيط القطبي الشمالي وأيضا سهول ساحلية مطلة على المحيط الأطلنطي وداخل القارة سهول ساحلية مطلة على البحر البلطي وأيضا سهول ساحلية في الجزء الجنوبي مطلع على منطقة البحر المتوسط وإحنا قلنا قبل كده أن قارة أوروبا بتمتاز بإيه؟ بتمتاز بقصر التعاريج السواحل وده أدى إلى إيه؟ أدى لقيام المواني الطبيعية ده بالنسبة للسهول الساحلية بنشوف مع بعض السهول الفيضية اللي موجودة في قارة أوروبا عندي مجموعة من السهول الفيضية أهمها نهر الفلجة وهو أطول أنهار أوروبا نهر الفلجة أطول أنهار أوروبا بيصب فين؟ بيصب في بحر قزوين عندي كمان نهر يعرف باسم نهر الدانوب نهر الدانوب بيصب فين؟ بيصب في البحر الأسود يبقى أنا قلت نهر الفلجة أطول أنهار أوروبا وبيصب في بحر قزوين أما نهر الدانوب فده بيصب في منطقة البحر الأسود عندي هنا نهر الراين بيصب فين؟ بيصب في بحر الشمال وايضا عندي نهر السين بيصب في بحر المنش دي مجموعة السهول الفيضية إلى جانب ما تنساش السهل الأوروبي العظيم اللي بيمتد في وسط القرى اللي احنا تكلمنا عليه ده بالنسبة ليه تدريس قرى أوروبا يبقى حضرتك في بعض الأماكن موجودة في الدرس لازم تعرفها وتحفظها وايضا في أماكن انت مطالب بيها على الخريطة لان لما جيب خريطة اي مكان على الخريطة انا قادر اسألك فيه بعد ما خلصنا تدريس قرى أوروبا تعالوا نستعرض مع بعض اللي احنا خدناه النهاردة احنا تونونا النهاردة في درس تدريس العالم الجبال والهضاب والسهول في كل القرار ابتدئنا بالجبال في قرى أفرطيا والهضاب والسهول وايضا نفس الكلام في قارة أسيا الجبال والهضاب والسهول وايضا في قارة أوروبا الجبال والهضاب والسهول ان شاء الله بإذن الله هنكمل في الحلقة القادمة باقي درس تدريس العالم لكن لغاية الحلقة القادمة ما تنساش انك تحل الخرائط لاني هرجع واسألك فيها مرة تانية ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة نلتقي ان شاء الله في باقي درس التدريس في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة